قَالُوا لِي عِيدُكِ فِي يَوْمٍ قَالُوا لِي حيث تفاعل مع هذه المناسبة عدد كبير من الفنانات فعمدنا إلى معايدة جميع نساء الأرض ووجهنا رسائل مؤثرة للمرأة من خلال تغريدات على حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرز هؤلاء كانت الفنانة اللبنانية نجوة كرام التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر إنها ملهمة الشعراء في كل مرة يظنني لم أعرفه لكنني عرفته إنه الحنين إنها قلب العالم إنها شريكة الحياة والنجاح أكرم النساء لأنهن أمهاتكم أخواتكم وبناتكم وختمت نجوة تغريدتها بالقول كل عيد وشريكة الرجل بألف خير بدورها الممثلة اللبنانية نادي ناسي بن جيم كتبت بما معناه اليوم نحتضن الأنصاف كل عيد مرأة وأنتم بخير أما الفنانة اللبنانية كارول سمحة فغردت قائلة يا اللي بتعطي الحياة هي كل الحياة كل سنة وأنت طموحة ملهمة ناشحة وأقوى من كل التحديات من جاتي الفنانة لطيفة تونسية عايدة المرأة بالقول كل إمرأة في هذه الدنيا باستطاعتها أن تتغلب على كل الصعوبات بالعلم والإرادة والثقة بالنفس وهذا ما تعلمته من أقوى وأثكى وأبسط إمرأة وأكثر إمرأة متسامحة ومعطاءة في هذه الدنيا هي أمي كل سنة وأمي وكل سيدات الأرض بخير هذا وقد غردت الفنانة لبنانية يارا قائلة صباح الخير لكل إمرأة كل عام وأنت الأم والأخت والزوجة والحب والأمان والخير كل عام وأنتنا عظيمات ملهمات وجميلات وأساس المجتمع وتفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نجوة بشكل كثيف إذ عايدوها متمنيين لها المزيد من النجاح وعلى صعيد آخر نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز زوجة لعب كرة القدم كريستانو رينالدو مقطع فيديو عفوي ظهرت فيه ابنتها وهما تتحدثان باللغة العربية ورددت الصغيرتان في الفيديو عدد من العبارات باللغة العربية مثل أنا أحب ماما وإخوتي وأخي وأيام الأسبوع الجمعة السبت والأربعاء موسيقى موسيقى